صباح النور شو انتي وصيتي عالعصير؟ اي انا لاني بعرفك بتحب العصير فرش بس ان شاء الله تكوني توصيتي بالعسلات صباح الخير صباح الخيرات فريحة شلونك اليوم؟ الحمدلله سيدي بخير فريحة حطينا شوية عسل يوناني مع العصير حاضر هيا يا انا يسلموا الديات شكرا هل تأمر بشي تاني؟ لا يسلموا إذا كي رحي على شغلك طيبة بس كأنها مقلّي لا كيوي شوي لا والله ما أقللت بس هيا هالكيوي اللي إجانا مبارح حلاوته قليلة ممكن إذا بتحب بغير لك الكاسة لا لا ولا إهمك ماشي الحال بس لا تنسي اليوم تبعطي حدا من الشباب يجيب كيويه ظريف لأنه الكيويه بقلب الكوكتير بيعطيه طعمي لزيزي ايه على عيني ام تنازل على المكتب هلا على الفور وشو مشاريعك بكرا والله يا سلوى لحد هلا ما بعرف ليش يعني عم أقول لحالي طالما بكرا عطلة فليش ما منفكر بشي مشروع ليش نحنا من قيمتك كنا نعطيه يعني إذا كل موظفين البلد عطلة نحنا ما منعطيه يعني ما بتقدر تفضي حالك هاليوم مبلح حبيبتي مو مشكلة تفضي حالي وإذا في مشروع بزهنك أنا حاضر هو ما في شي محدد بس فكري نعزم حدا من أصدقائنا ونعمل بربكيو بهجنين كمان بصير ليش لا أصبح شو رأيك نعزم أبو رائد ومرتو وأبو فادي ومرتو هدول قعدتهم ظريفة كتير وأنتي بتنسي جمي معهم إي والله معقولة كتير خصوصي إنه أبو رائد ومرتو قلهم علينا عزيمة والجماعة قاموا بواجبنا وزيادة لمرحنا لعندهم على المزرعة المرة الماضية بس شفتي على هالمزرعة اللي عاملة قديش حلوية قول مكلفة لا تقول حلوية شلون يعني مكلفة ومو حلوية يعني صحيح بازخة عليها كتير وصارف فوق الأربعين مليون ليرة بس ما بعرف بحس إنه ما فيها زوق ولا فيها لمسة جمالية بعكس مزرعة أبو فاتي يعني هديك يا دوب مكلفة 30 مليون بس أحلى بكتير من مزرعة أبو رائد ما في مجال للمقارنة ستي ما علينا مين مزرعته أحلى مين زوقه أرقى مين صارف أكتر مون كتير بهمنا الله يهني العالم إيه ستي اتفقنا مشان بكرة إيه اتفقنا لكان أنا أهم هلأ أروع المكتب بدك شي سلامتك بس لا تنسى تتصل بالجماعة لا ما رح انسى هلأ من وصلتي بتتصل فيهم يلا باي باي فتضلوا ستي اهلو مرحبا أبو رائد لك أهلا أهلا أبو هلا أهلا أهلا لك فعلا أنك ابن حلال من ظهر ابن حلال لك شي لها الجريدة من الدان ولا العمى بيقلبك العمى عمى لك مو إلك مو إلك مو إلك لهالطبل يلي قدامي إيه حبيبي شو يلي زكرك فينا يا با ولو انت دائما بالبال يا أبو رائد ايه طلع من هالبواب طلع ولك هالحركات أنا حافظها بصم ليش نحنا منسترجي نقول غير هيك إيه لي هلأ أبو رائد شلونا شو أخبارها شلو نصحتك ماشي الحال عايشين بس والله يا أبو هلا علي ضغط شغل كتير ليش أنت من إمتى ما كان عليك ضغط شغل يا ما انت راك مشغول لك يا أخي الوضع الاقتصادي بالبلد حيرنا ما عم يزبط معنا بنوب يا سيدي معه معه بيزبط طالما أنت وراه أكيد بده يزبط شو أصدك يا أبو هلا ولا شي عم بمزح معك المهم نحنا هلأ بدنا نعمل جمعة أنا وياك وأبو فادي بقى شو رأيك ايه ما بده وقف بنوب لك يا أبو هلا قط ما بيهرب من عرس بس قيمت وين بكرة على الغداء عندي بالفيلة بس بكرة عندي اجتماع مهم من شان الوضع الاقتصادي ليش مو معطي البكرة أنت لك ليش من قيمت كنا نعطل يا أبو هلا يا سيدي ما رأي لك هاليوم ما رح يتكركب اقتصاد البلد إذا ما حضرت هالاجتماع حاولي تعتذر هالمرة أمرك أبو هلا منعتذر أخي بس خبرت أبو فادي لا والله لسه هلأ رح أتصل معه وعلى فكرة أبو رائد جيب معك المدامها لأنه القعدة عائلية لا هيك نزعت يا أبو هلا لا تخليني يزعل منها أخي شو بدنا نعمل من غير شي نسواننا ما عم يشوفونا إلا بالمناسبات بقى ما بيطلع لهم أحد معنا تلحنوا مين أوكي عزيزي أوكي وهو كزالي الله معك مع السلام ألو أهلا وسهلا أبو هلا يا هلا لا والله عم جائز حالي بدي سافر على هلا عندي لقاء سياسي مع جمعية المنظمات شو بدنا نساوي بدنا ننفذ أوامل القيادة شلون بكرة بكرة والله ما بعرف في ممكن صعب عليه شويلة نمو عامل حسابي كيف؟ أبو رائد جاي؟ إيه خلص خلص بحاول فضي حالي أوكي عزيزي بكرة بكون عندك على الغداء مع السلام يا أبو هلا ألا معك مع السلام ما قلتوا لي يا جماعة عجبكم الغداء حاكم من كم يوم مغيرين الطباخ وجايبين طباخ لبناني طباخ لبناني؟ ايقول هيك من أول فعلا منتصح في يا أبو هلا أنا إلي أكتر من شهرين ما أكلت مثل اليوم بس هيك ضربت له برنامج الرجيم لجوزيا أنا بالنسبة إلي محافظ عن الرجيم يعني ما أكلت غير نص كيلو لحمة وشوية مقبلات ايب حطك بزمتي إذا ما لحالك طلعت بكيلو لحمة على كلين يا جماعة الأكل على قد المحبة بقى شفت قديش نحنا من حباء يا سيدي صحة وأنا على قلقكم شو رايقون يا جماعة نترك نسماء لحال ويبدو راحطون نحنا نفرد لحالنا والله على ما يبدو أنتوا اللي بدكون تاخدوا راحطون مو نحنا يعني بشو بدن يحكوا أكيد بالسياسة إي لأ إذا حديث العلاقة بالسياسة مالنا مصلحة نحنا عنا أحاديث أهم إي أكيد أحاديثكم أهم إي سيدي شفو شو رأيكم بنفس أرقيلة بعد هالأكلة؟ أبرى أبو عليك يا أبو هلا أخذينا نهضب من الأكل المفضيع فضلوا يا أهلا وسهلا ومرحبا فضلوا فضلوا الله ميت هلا يا أبو هلا الله يسلمك ويخليك يا سيدي الله يهنيك على هالقعدة يا أبو هلا حلوة تماما بس هالفيلا ما بتطلع شي قدام أسرك العامر يا سيدي المكان بسكانه هذا الحكي المصبوط ايه يا أبو هلا مرني خبرني شو أخبارها وشو أخبار الشباب يا سيدي على سيرة الشباب صارتلك معي من كم يوم نهفي غير شكل هاتلن شوفي حكينا اجتني من فترة دعوة على افتتاح معمل قلبي زي جاهزة بس شو معمال يمكن بالشرق الأوسط ما في أخوه شو هالحكي بس من أمتى انت كنت تروح وتفتتح هيك شغلات مثل ما عم تقول أنا بالعادة ما بروح هيك روحات وكنت ناوي اعتذر بس ما بعرف ليش ابني شادي ألح علي وأقنعني بالروحة أبي جوزة المعمل لحده من رفقاته وأنا هيك فكرت بالأول المهم رحي ايه نعم يا سيدي رحي تقلت لحالي يا ولد روح لا تكسر بخاطر ابنك أبرابو عليك يا أبو هلا لأنه لمسايا باتلتين المعيشة صحيح بس المفاجأة يلي صارت معي إيه لا كانت لا على البال ولا على الخاطر شو المفاجأة؟ يا سيدي بعد ما قصيت لشريط الحرير شو المفاجأة شو المفاجأة شكراً لكم شو بابا؟ إن شاء الله عجبك المعمال أي والله يا أبني عجبني تماماً بالفعل هالمعمال صرح انتاجي ضخم كتير وصدقني قلبي من جوا بيرقص وبيفرفح لما بشوف هالبلد عم تتطور بهالشكل وعم يصير فيها منشآت بهالضخامة هاي بابا أنت عرفت لمن هالمعمال؟ لا والله يا أبني ما عرفت وبصراحة صار عندي فضول لا أعرف لمن هذا المعمل إلي إلي إيه إلي ليش مستغرب كتير يعني؟ الحقيقة مو بس مستغرب متفاجئ منصعق لك ليش ما قلت لي قبل هلا؟ بصراحة بابا أنا حبيت عمل لك إياها مفاجأة أنا اليوم مبسوط منك كتير يعني اليوم بالذات حسيت أني عرفت ربي واليوم برهنت لي أنك صرت رجل رجل بمعنى الكلمة ومن هلأ ورايح صرت أقدر أرفع راسي فيك أنا فخور فيك كتير يا شادي بتسلمني يا بابا بتسلمني يا حبيب بقى شايفين هالطرسان شو عميل؟ طلع عنده معمل طويل عريض وأنا آخر مني علىه بس براظه عليه يا أبو هلا أنا بيعجبني الشاب يلي بيكون أدحاله ويلي بيندعك على بكير وأكيد شادي من هالنوم مو مثل هالشباب الطايشة تبع هالأيام إيه أكيد واحد صار عنده مصنع بيعل حجم هاد ولسه ما طبقت لاتة وعشرين سنة شو بيدل؟ بيدل على أنه شاب ديناميكو بيحب وطنه كتير لأ ويا ريت وقفت الشغلي على المعمل ليش في شي غير المعمل؟ طبعا طلع عنده هالمنظوم وكالة ساعات سويسرية وشريك مطعم فايف ستارز وإلو خمسين بالمية من أسهم شركة ما وراء الجبال للتعهدات إيه ما شالله حوله حواليه اللهم صلي عن نبي شو هالبطل هاد الله يحفظ لك يا ويخليه لشبابه تسلم يا أبو رائد تسلم يا حبيبي فعلا يا أبو هلا نعمة تربية تعرفوا يا جماعة زكرتوني بقصة صارت معي مثل هالقصة تمام هات لشوف سمعنا هدا يا سيدي كنت مرة قاعد بالبيت عم بتفرج على مسلسل محلي أنا كان كل شي بالديار دقيقين بس ظريف المسلسل بالفعل حبكته حلوي بس يا ترى جابر بتثبت براءته ولا بيحكموه إعدام يا ستي حسب منطوق القصة وسياق الأحداث بيطلع بريد لأ مستحيل شو عم تحكي إنت الشلوم بدها تثبت براءته والشاهد الوحيد مات بحد السيارة إلا ما يدبر المخرج يعني خايفي على المخرج ما يلاقيه لتخريجه ليش اسمه مخرج لك؟ يا سيدي إذا بيطلع جابر بريد هذا المسلسل بيكون تافي جدا وبدو كبز بالي طيب ليش نحن قاعدين عم نتحذر؟ ليش ما منقطع الشك باليقين؟ وينك بابا رائب؟ نعم بابا أروح أتصل مع المخرج مأمون البني بتلاقي رقمه عندي بالمفكرة قال له بيسلم عليك بابا وبيقلك شو نهاية المسلسل؟ ما في داعي نسأل حدا بابا الخبر اليقين عندي جابر بنحكم إعدام بآخر حلقة بس بنقطع في حبل نشنق أثناء تنفيذ الحكم وبينفت بريشه معقول الحكي؟ مثل ما عاملكم طيب شو عرفك أنت؟ بابا هاد المسلسل من إنتاج شركتنا نعم شركة القمة اللي أنتجت هاد المسلسل هي شركتنا يعني هاد المسلسل اللي قلنا مين انتوا يعني؟ أنا وشريكين اتقال من الدول العربية مين هدول يا قبري؟ أولاد مسؤولين الأخضر من المغرب وبسيوني من مصر بس شو يا بابا جماعة على كيف كيفك وأنا على فكرة إلي خمسين بالمئة من الشركة وهلأ عم نحضر لإنتاج أربع مسلسلات فانتازيا دفعة واحدة يتقبر قلبي شوف الهوي إلهي علي مراتبك وتبقى هالشركة إلك لوحدك قولي إن شاء الله ماما قولي إن شاء الله بس بابا أنت ما جبتلي هيك سيري أبداً بصراحة بابا أنا كنت خايف إليك أنه بديشتغل بالإنتاج الفني تقوم ما توافق ليش يا أبني؟ بالحكس أنا بشجعك على أي مشروع ناجح وزكي عنجت بابا؟ طبعاً ليش قليلي يا بابا شغلة الإنتاج الفني؟ أنت هيك عم تخليني أرفع راسي بالمجتمع وافتخر فيك قدام رفقاتي والله يا بابا حاسس حالي إني عم بحلم الله يرضى عليك يا أبني أنت أحلى أبي هالدنيا وأنتي كمان يا أبني أنا فخور فيك وما أنا بصدق عيوني ليكو سهياً ليكو عم يمتج مسلسلات وما حدا دريان فيه لأ ويا ريت الشغلة وقفت عند المسلسلات ليش في شي تاني كمان؟ طلع السلال عنده أكبر شركة نقل بالبلد مسميها رائد تورز وأنا لا عندي علم ولا خبر وعنده شركة سياحية على مستوى عالي ومشارك الشيوخ خليجي على قناة فضائية ما شاء الله كان العين تحرصه إلهي يربى بدلالك إن شاء الله ويخلي لك يا يا رب صار لازم ادعى الخشاب وين الخشاب؟ وين الخشاب؟ أمرك سيدني لوحي بلاقيحة أني نقر عليه أمرك سيدني لخ تعالي هون عم يمزح معك لا تجيب شي بحيات أبوك لا تعصي يا سيدي فعله شي بيرفع الرأس بس هذا كله بيعود للتربية لو ما أنت مربي ابن التربية صالحة ما طلع منه كل الشي أبرابو عليك نحنا عملنا يلي الله قدرنا عليه صحيح صحيح نحنا شو بيهمنا بها الحياة إلا أولادنا ينجحوا بحياتهم ويشقوا طريقهم ويكافحوا لحالهم كلام سليم أصلا أولادنا هن الرسمالنا الوحيد بها الدنيا يا أخي ونحنا غير الرسمال ما عنا يا جماعة أنا الثاني ذكرتوني بقصة صارت معي ظريفة كتير هاكنا نشوف سمعنا هذا مرة من المرات رحت لأشتري كمبيوتر لبنتي الصغيرة الجهاز صار بالسيارة أستاذ يسلموا إديك؟ قديش بتريدي؟ ولو أستاذ ما بنى إلا سلامتك؟ الله سلمك بس ما بصير لازم ادفع أستحيل يا أستاذ نأخذ منك شي لا حوله لا قوة أنا بالله ما بصير لك بنتي لصة ما بدي عناد هل يلي قديش بدي؟ خليني يدفع وتسهم والله والله يا أستاذ ما ببنك شي قولك يا بنتي دبحتيني بلطفك هل يلي قديش بدك؟ عفوا أستاذ بس أنا ما بقدر أخد حق الجهاز منكم ليش با؟ يعني شلوم دي أخد حق الجهاز منكم وحضرتكم صحاب المحل صحاب المحل؟ بس أنا ما بتذكر أنه عندي محل هيك ولو أستاذ هذا المحل لأبنكم أستاذ فادي لأبني فادي؟ نعم أستاذ هو الوكيل الحصري لأجهزة الكمبيوتر بالشرق الأوسط وعنده أربع صالات عرض غير هاي أربع صالات عرض؟ ألف الشكر والحمد إليك يا رب يلي خليتني عيش لها اليوم لحتى شوف ابني الوكيل الحصري بالشرق الأوسط ألف الحمد والشكر إليك يا رب صدقوني يا جماعة إني بكيت وهرت دمعتي لما سمعت الخبر معك حق الواحد إلا ما يتأثر شو الحقيقي؟ بس فعلا طلع ابنك ولد مخببت يا أبو لكن عاملي وكيل حصري للشرق الأوسط وما حدا دريان فيه فعلا إنه ابنك داهية اللي قوياريت الشغلة وقفت على القصة ليش في شي تاني كمان؟ طبعا طلع عند فادي معمل حشي الزيتون بالفليفل الحمرة وكل إنتاجه بصدو الأوروبا والملعون نازل الشريك بخمسين بالمية بوكالة موبايلات عالمية ومي شركاءه التانيين؟ هنن ثلاثة واحد ابن مسؤول من الأردن والتاني ابن مسؤول من هم بتونس والتالت ابن مسؤول مصري والملعين عامليه شركة تعهدات على مستوى عالي وهلأ عم بنفزه نفق للسيارات بنبولي بطول خمسة كيلومتر مع ست جسور طولانية وتسع جسور عرضانية للمشات وجسر لسكة القطار ما شاء الله كان عليه الله يخلي لك هالصبي ولا يحرمك منه بالفعل فلتي وين الخشب؟ الخشب وينه؟ حاضر سيدي على إيش بدنا ندق؟ تعالا هون عم يبزح معك روح بحيات أبوك لعدة عصب رغم إنه فعلا لازم ندق على الخشب لأنه ولادنا كلهم فلتان مو هي؟ طبعا يا أخي هي أكبر نعمة الله سبحانه وتعالم أنعمها علينا وربي بعدي اسمه أكرمنا بولادنا أصلا نحنا شو بدنا من الدنيا غير هيك؟ والله الزهد بالدنيا حلو والله إيه مرائد ما قلت لي شو أخبارك؟ لساتك فتح معرض الأزياء النسائية؟ إيه طبعا وهلأ عملت فرع تاني بشتورة وعنفكر افتح فرع ببيروت حلو كتير معناها أمورك ماشي عالتمام يعني الحمد لله عم نطقطق طقطها وأنتي شا عم تعملي بهالإيام؟ يا ستي أنا قصي قصة لأنه رئاسة رابطة جمعية المرأة اللي مسلميني إياها ما عم تترك لي وقت للبيزنس؟ قسما بالله هالجمعية عم تاخد أغلب وقتي؟ إيه بس لازم تتركي وقت للبيزنس؟ ما بصير هيك؟ وأنا هيك عم فكر يا ستي ناوية افتح نادي رياضي على مستوى عالي لقيت المكان وهلأ عم راسل شركة ألمانية مش هنستورد معدات وأدوات للساونا والآيروبيك وما أدراكي عظيم كثير بالتوفيق إن شاء الله فعلا بلدنا بحاجة للأجسام بالسيمباتيك حاجتنا بأدب دبا وسمن وأنتي الفادي شو عم تعلي بهالإيام؟ والله أنا متل ما بتعرفوا كنت مؤسسة مطبعا بس هلأ عم فكر طور شغلي شوي بس مشروع المطبع اللي عملتيه مشروع حضاري فعلا خيلة ما عملك لا بس يعني ناوية طوره يعني كيف بدك تطوريه؟ عملت ترخيص لأصدار مجلة نسائية وهلأ عم بالشغل بالعدد صفر يعيني عليك يا إن فادي فعلا هي أحلى شغلة بتعمليه لا أو مو بس هيك عم فكر كمان أعمل ملحق رياضي لأنه متل ما بتعرفوا الجرايد الرياضية إلى قراءة كمان يا سلام عليكي وينك إذا بدك شريكي أنا مستردى شاركك فورا وأنا كمان بشارك إذا مستعدين تشاركوني فعلا منوسع المشروع ومنعمل مجلة سياسية بفرد مرة شو رأيكم؟ ليش لا؟ والله المجلة السياسية أحسن شي عالقليل منسبة لجوازنا إنه منقدر نشتغل بالسياسة متلنا متلون وهنن مو أحسن منا بشي قولتك حاجة لسه شايفين حالا علينا بهالمناصب المستلمينة لا ومو بس هيك أنا ابني الوسطاني هاني هاني ما غيره يلي عمره 13 سنة عنده هلأ أكبر معمل بوزة وكياس بطاطا ومع كارونا بالبلد ما شاء الله حولو وأنا ابني أمجد يادوب عمره 14 سنة عنده خمس صالات ألعاب كومبيوتر وفيشي وبليارده يا جماعة أنا ابني تميمة اللي عمره 12 سنة مشارك ابن مسؤول زميننا أبو متعب تعرفوه شارين 12 بولمن وعم بيشغلوهم بنقل القروبات السياحية اللي تجي لعنا ما شاء الله هو كان عليه اتخيلوا أنه أنا ابني صغير كرم آخر العنقود الشاش لبطون يعني ويلي عمره يادوب 8 سنين وشهرين احزرو هالدرسان شو عامل شو عامل؟ قال شو اشترى معمل لألعاب الأطفال ولو تشوفه منظره قبيش بيضحكه هو فايت على المعمال عم يؤمر وينهي وينهي الله يسلم لك يا هل من بده يطلع يعني؟ ما حقولي؟ الله ما صلي عن نبي ولد عمره 7 سنين وقدران يدبر حاله بس يا جماعة في سؤال محيرني تماماً وما عم لقي له جواب وشو هو السؤال؟ يعني نحنا الثلاثة مسؤولين شو رفاء وما لغوصات هيك وهيك وبعمرنا ما فكرنا أو ممكن نفكر إنه نستغل هالمناصبي اللي يشاغلينا طبعاً طبعاً يا أبو هلاء واعتماد الأساسي على هالمعاشي اللي عم ناخده مع شوية هالتعويضات طيب أولادنا منين جابوا مصاري وصاروا تجار كبار؟ ها منين؟ فعلاً منين؟ لا أهل ونعم أهلين سوسا؟ لا والله يا حبيبتي ما لي جاي اتغدي انت عندي اجتماع والله ما بعرف انت بخلص نعم؟ طيب يا روحي ليش ما بتسلي حالك عند رفقاتك عربين ما أجي؟ ولو؟ شو متلمين؟ يعني هلأ معتي تعرفي حدا؟ يا ستي روحي لعند جمالات أو نبوية واشربي عندهم فنجان قهوة؟ ايه؟ أو وينك؟ مري لعند عايشة وكدي عندها كسكسي أو لعند نايفة اسمها عملي منسف؟ أو وينك وينك؟ ليش ما بتروحي وبتاكلي ما تزيز عند العنود؟ أو مخربية عند لطيفة بالمليح؟ أو ليش مثلا ما بتتحلم هاللبية عند لالة دلال؟ يعني اللي بقصدوا يا روحي إنه رفقاتك بالحارة أكتر من الهم على القلب ايه؟ بتتسلي معهم؟ بتستملي الطحكة مع حلاها؟ الله معك لا لا ما رح طوي رح امروا على الإسكندرية لعند بيومي ايش ينصاع زمان وبعدين لعند دحام المنازلة ايه؟ بقر بيت وبوشي على البيت بعدين لو هم تروح يعني؟ طيب 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 حبيتي الله معي مع السلامي مسؤول الأسواق وبيعين البسطات سيدي احترامي سيدي مسؤول أمن الملاعب وصلاة البلياردو والفيشة سيدي احترامي سيدي مسؤول أمن المطاعم والمقاهي ودور الله سيدي تضل احترامي سيدي مسؤول أمن المقروء والمسموع والمرء سيدي تضل احترامي مسؤول أمن الكازينوهات وبيوت السيدي تضر احترامي سيدي أهلا وسهلا فيكم في حدا لسه؟ لا سيدي لا سيدي لحقيقة يا شباب أنا جمعتكم اليوم حتى بلغكم بكل أسف أني رح أتركوا الفرع شو الحكي؟ شو؟ شو هال؟ ما سمعت سيدي؟ أكيد رح تتركوا الفرع سيدنا ولا عتمزحوا؟ معقول يا سيدي معقول تتركونا هيك من الباب للطاقة؟ بيكفينا يا سيدي مشان الله يلي فينا بيكفينا يا جماعة أنا ما فيني بتحملها الصدم بنو والله على ما أقوله شهيد أهدوا شوية شباب اهدوا إذا بتريدوا اهدوا رجاء ما في داعي للانفعال أنا كنت بعرف تماما أنه هالخبر راح يزعجكم ورح يقع على رؤوسكم وقوع الصاعقة وبصراحة ما بلومكم أبدا لأنه صر لنا مع بعضنا سبتعشر سنة سبتعشر سنة ونحن عم نشتغل ونسهر ونلفع تقارير ودراسات ونعتقل ونجرجر ونحقق وندهم ونبتش بالمجرمين والمشبوهين في سبيل استقرار الوطن طبعا ولهالشي ما بلومكم على الأطلاق إذا شعرتوا بالمفاجأة أو هزتكم الصدمة أو النبأ المباغيت بس يمكن يلي بعزيني وبعزيكم بنفس الوقت أني ما رح أطلع من هالفرع على البيت لا وين رايحين لك يا سيدنا بدكن ترجعوا عضيعة لا شو عضيعة أنت تاني القيادة رفعتني مشكورة واستلمت منصب جديد هيك ها ألف مبروك يا سيدنا قسم بالله تستاهل أكتر من هيك بكتير يا سيدي والحقيقة أنا رح أترك هالفرع فرع الحاسة السادسة ورح أستلم فرع الحواسة الخمسة يعني رح كون المسؤول الأمني الأول عن جميع الفروع لأنهم رح يوحدوها عفوا سيدي يعني فرع الحاسة السادسة مين بدي يستلموا سيدنا ها ها هذا هو سؤال طبعا يلي بدي يستلم فرع الحاسة السادسة واحد منكم واحد منا مين يا ترى سيدي يعني تعين ولا لا سيدنا بصراحة لسه ما تعين لأنه هالمهمة موكلة إلي وأنا يلي رح أختاره بناءا على التوجيهات يلي إجتني من فوق واخترتوش يدنا؟ لا لسه وما بخفيكن أنه هالمهمة اللي كلفوني فيها صعبة شوي ومحرجة بنفس الوقت والسبب أنه كل ياتكن تعتبروا عندي من أكفأ الرجال أكفأ رجال الأمن أكثرهم خبرة أقواهم شخصية وأذكاهم تفكيراً طيب سيدي أنا عندي اقتراح شو هو؟ شو رأيكم سيدي نعمل قرعة بهالطريقة ما حدا رح يزعل لا لا شو قرعة ما بصير هيك لازم الاختيار يكون دقيق وما يعتمد على الحظ أو الصدفة لا والمشكلة يلي كاسر إيدي ورجلي أنه كل ياتكن بتستحقوا هالكرسيهات عن جدارة واستحقاق لأنكم سطرتوا أروع الانتصارات والإنجازات أثناء خدمتكن بفرع الحاسة السادسة شكراً سيدي يخلينا ياك سيدي هاي الشهادة منع تصفية سيدي يعني أنا إننسيت فلا يمكن أنسى ولا بشكل كيف مسؤول الأسواق على سبيل المثال قدر يتغلغل بالسوق ويجنت كل الصناعية والمتعيشة والشغيلة لصالحنا وطبعاً هذا إنجاز مهم بيتسجل بصفحته بحروف من نور وأنا إننسيت فلا يمكن أنسى على الإطلاق كيف مسؤول الملاعب وصلاة البلياردو والفيشة قدر يضبط الملاعب ويوجه الهتافات يلي عم تصير بها الملاعب حسب رغبتنا وهالنقطة بالذات تتسجل لصالحه بحروف من زهب وأنا على فرض ننسيت فلا يمكن إنسى بتاتاً كيف مسؤول المطاعم جاب أحد المطلوبين بزمن قياسي وهذا طبعاً لأنه كان مجند كل القرسين يلي عنده لهكذا مهمات وأنا إذا نسيت فلا يمكن إنسى ما حييت كيف مسؤول الكازينوهات قدر يكشف شبكة معادية بفضل الرقاصات والأرتستات يلي يمشغلون معه أما مسؤول المرئيات والمسموعات فإنجازاته أكبر من أن تحصل لذلك ولهالأسباب هاي قررت أعمل مسابقة بيناتكم ويلي بينجح بالمسابقة بفوز بمنصب رئيس فرع الحاس السادسي شو رأيكم بقى؟ والله يا سيدي يعني أنتو بتفصلوا ونحنا منلبس يا سيدي سيدي اللي بتأمروه رح يصير ونحنا ما علينا ألا الطاعة بس يعني كيف رح تكون المسابقة سيدي؟ معلش لا تستبق الأمور لساتني عم فكر بالموضوع وبكرة إن شاء الله بعطيك إني الجواب النهائي يعني فكرك فرع الحواس الخمسة أحسن؟ ايه طبعا ولو أحسن بكتير وصدقيني يا سوسن لو ما كانت أسهمي فوق مرتفعة كتير ما كانوا سلموني هيك منصب حساس ايه إذا هيك ألف مبروك يا رب ومنه لأحسن يا رب الله يبارك فيكي والدوام وين رح يكون؟ الساحل طبعا معنات على هالحالة بدنا ننقل إقامتنا لهنيك مو هاي؟ لا 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 أبدا مو شرط كيف مو شرط؟ يعني إذا بتحبوا تضلوا هون بالفيلا مو مشكلة خلي عندكم شي خمسة عشر عنصور وسبة عشر سيارة وباخد الباقي معي وأنا كل أربع خمسة أيام بعمل لي مشوار لهون بس مو لا بكي عليك؟ لا لا ولا يهمك مو لا بكي ولا شي لأنه بشكل طبيعي بدي يضطر قابل بعض المسؤولين هون بالقيادة كل يوم التاني فلا تهكلي هم أبدا ومين رح يستلم محلاك؟ ما عينوا حدا وبالمقابل كلفوني أني اختار واحد من الشباب يلي عندي حتى يستلم مركزي بس لحد هلأ ما استقريت على رأيه وإمتى رح تستلم الشغل الجديد؟ يعني بدك تقولي شغلة كم يوم مو أكتر إيه أبو مرهف إمتى بدنا نحتفل بهالمناسبة؟ ولا بدك تمرئنا ياها هيك نعش فيه؟ ولو يا سوسان تكرم عينك معقول نحنا يلي منحتفل أصبح حبيبي خلينا نطلع اليوم نسهر بشي محل لا والله ما بقدر اليوم اليوم بالذات مجغول اعزريني إمتى لكانت؟ بكرة مثلا أكيد مبدئيا أكيد بس وين فكرك تسهري؟ أنت ولا يهمك أنا برتب كل شي لا لا قوعك لا ترتب شي طالما أنا موجود أنا برتب كل شي ولا يهمك ولا شك تكهربت؟ لا مو مسألت تكهربت بس يعني بتعرفي واحد بموقع حساس مثلي ما بيصير يسهر وينما كان مزغوط ولا لا وإذا سهر لازم يكون في ترتيبات أمنية خاصة ما بتعرفي فيها أنت خلص خلص مو مشكلة عملي برايحك أبو مرهف شو رأيك أعمل قصة جديدة لشعري؟ ولا أتركه هيك؟ ما بعرف عملي اللي بدك ياه يعني خليهن طوال ولا أسرهن شوي؟ عملي اللي بتلاقيه مناسب مو مشكلة أنا فايت إرتاح شوي دخيل الله إنه منين إجتنا شغلة الحواس الخمسة هاي؟ أي من دون ما يستلم الحواس ما كان عنده حواس وما عمين تكشفيني بقى كيف هلاء؟ يعني ما حكى أبو مرهف عن المسابقة اللي رح يعملها بيناتكم؟ ما حكى شي بنوب يعني كانو كان ناقصنا مسابقة حتى تكمل معنى بالعكس أنت ليش متضاي؟ فكرة حلوة كتير كتير مو أحسن ما يختار اختيار عشوائي وليش عم بتسميه اختيار عشوائي؟ الشغلة واضحة أنا أحق واحد بيها المنصب المسألة ما بدأتين حكوا فيها وعلى أي أساس حاسس حالك أنه أنت أحق واحد؟ على أساس أني فنيت حالي وأنا عم بشتغيل وأملي بيوم للأيام أنه استلم ليس فرع قسما بالله يا سحر أن الشرطة مشغل نص قرسين هالبلد لصالح فرعنا ناقمو بس القرسين حتى الطباخين والكوميكية وعمال التنظيف والجلي ما وفرت ابنه حتى أب مرهف حتى الشي بعض متلسانه بس أنت لما بدك تججر واحدا يا بتتذكري لما أجاني خبر أنه في زبون بمطعم التفاح الحمرة ما عم بيدفع الفاتورة وبلش يبربر على القلة وسب الحكومة بطريقه أين بلا بتذكري حكا تلي هيك شي يا ست بخلال عشر دقي دورياتنا محاطة المطعم كله من كل الجهات ويوميتها جرجرناها عن فرع بلمح البصر قيمك من هاي بتتذكري المغترب اللي إيجا بده يفتح مطعم جديد مواجه فيليت مدير الشرور الاستراتيجية ايه بتذكري يا ست خلال يومين قدمنا دراسة كاملة عنه مو بس دراسة كاملة حتى عن عيلته وعيلة العيلة تبعه يعني بصراحة أنا ما أصرت بأي مهمة كلفت فيها بالعكس عم بشتغل مثل الزنبرك على سفق تقارير وجرجل للفرع وتحقيقات مع البشر يعني بعدتلها التعب هات ما بحقل لي استلم رئيس فرع أقلم منها يعني هلأ حبيبي انت ليش خيط شد همتك بالمسابقة وإذا ألرت راح تنجح وتنال مراتك ورح تصير رئيس فرع ما بعرف قلبي قامتني من هالمسابقة وركبي عم توصف أصف من هلأ اي لا حبيبي لا ما بصير هيك أعصابك لازم تكون هادي وإلا ما بتنجح بحياتك اه أنا فايت نام شي ساعتين بركي عصابي بتهدى شوي شلون أعصابك رتحنا إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله نبلش خضل ماشي حال في بالوطن العربي 264 فرع مخابرات صح ولا خطأ صح وبطاقة في بالوطن العربي رجو الأمن لكل عشر مواطنين صح ولا خطأ صح إجابتك صحيحة وبطاقة مؤلف كتاب عصر المخابرات هو الكاتب مأمون البني صح ولا خطأ خطأ إجابتك صحيحة وبطاقة الكاجي بي هو اسم المخابرات الروسية صح ولا خطأ صح وبطاقة السي آي اي هو اسم المخابرات السودانية صح ولا خطأ خطأ إجابتك صحيحة وبطاقة ومبروك عليك خمس بطاقات سهبية يا مدير أمن المطاعي ألف بروق إن شاء الله يا سلام أنا رمحت خمس بطاقات تم اكتشاف ممياء لأول رجو المخابرات في العالم في العصر الحجري العصر الأرامي عصر البريكامبري والعصر الفراعني ولا تنسى أنه لسه معك ثلاثة وسائل مساعدي رأي الجمهور أو حزف إجابتين أو استشارة صديق ممكن استشير صديق ومن هو الصديق أبو الغضب شو بيشتغل أبو الغضب ضابق مخابرات تيل طيب مرحب أخي أبو الغضب أهلين معك أبو مرهف من برنامج رحلة المليون مفاضي هلا عندي اجتماع لعنة نطع الخط شو على الخط المسخم هات المخبير هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول يلا لشوف اسم مفعول خطأ شي مشترك بين أغنية لفريد الأطراش وجهاز يستعمل في السجون بساط الريح صح فرع الدوريات يتبع فرع الاقتحام ولا فرع المحاوطة ولا كل الأفرع كل الأفرع صح يتم التحقيق في غرفة مظلمة من أجل زيادة التركيز أو إرهاب المتهم أرهاب المتهم صح وهلأ بدنا نشوف مين رح يطلع برات الحلقة اكتبوا لي الترشيحاتكم عجلوا عجلوا خلصوني بلل نياطا عمار ليش بلال؟ لأنه جاوب أحسن واحد فينا وحسيت أنه بيشكل خطا علينا للأسف أنت الحلقة الأضعف قد أطلع لبرات يلا نقلق تطرب بها الرأس صار طلعت أنا الحلقة الأضعف طبعا أنا سبق وبلغتكن أني رح أعمل مسابقة بيناتكن حتى أختار الشخص يلي رح يستلم محلي وهالمسابقة هاي عبارة عن تقرير مكتوب بقى بدي من هون لبكرة كل واحد منكن يقدم لي تقرير ويلي رح يكون تقريره أهم هو يلي رح يقعد محلي ومثل ما قلت لكم التقارير لازم تكون جاهزة على مكتبي اتفضل لا لا اتفضل عاش لكم شكرا شكرا شو إن شاء الله عجبتك السهرة؟ ماشي حالة بس ماشي حالة؟ لكن شو بدي إقلك؟ يعني بصراحة وقعت يتاخذ عليك بيك سهرة أوف، منيش بقى؟ لأنه كنا أنا وياكي محور اهتمام السهرة والكل عم يشأشل فينا وبدو رضانا لنرضى ولقاحة المطريب ترك وصلته وقعد يغني لنا أنا وياكي وإذا كان يعني؟ وشو الفائدة دخيلة؟ شو بكي سوسان؟ لا، شايفك مو على بعضك منور؟ خير في شي؟ بدك الصراحة؟ أنا زعلاني شوي ليش بقى؟ معانش هالي بدو يزعلي، خير؟ لكن معقول يا منظوم لهلا ما تنتبهني أنا قصة شعري؟ آه، صحيح ايه والله قصتي شعرك انتي ألف مبروك إن شاء الله وإن شاء الله كل قصة وانتي بخير يا حق وانت بخير شو برا؟ صدقيني ما انتبهت؟ والله انقهرت منك ما علي شي، أنا بعرف كيف راضيك يعطيكم العافية الله يعافي سيدي فضلوا جاهزين للمسابقة؟ جاهزين سيدي إذن رح نبدأ من الشمال، قال لي لشوف يا مسؤول الأسواق شوف أحوى تقريرك سيدي الشباب اللي عندي قدروا يرزدوا تحركات موظف بسيط كان بالسوق مبارحة وعم يبحتر مصاري هيك على أبو جنب كيف يعني؟ يعني أول شي اشترى أربعة كيلو شوكالاتة وكليين حلو بالسمن العربي الفاخر وبعدين اشترى نصف كيلو سنوبر ومعلومكم سيدي الموظفي اللي ما عم يرتشي ما بيقدر يشتري هالشغلات من راتبه وخصوص السنوبر نظرا لارتفاع الأسعار صحيح يا الكلام لصنوبر غالي لهالشي شكينا فيه وحطيناه بالبال تمام وبعد الدراسة الفورية والمراقبة الشاملة تبين لنا انه هالموظف المنظوم هاد رجل فاسد وعما يرتشي وعندي هون بالتقرير سيدي معلومات كاملة عنه ولمحة عن حياته من وقت ما ولد لهالله وكمان بيان بأمواله المنقولة وغير المنقولة بنتيجة بعض التحريات السرية اللي عملناها اكتشفنا شبكة كاملة من الموظفين الفاسدين وهاد الموظف منهم هو أحد أعضاء الشبكة نعم سيدي وبهالتقرير اللي بين ايدنا في كل المعلومات والتفاصيل اللي بتريدوها يعطيك العافي بس للأسف هالتقرير عادي وأي واحد ممكن يعمل مثله وبصراحة هيك تقرير ما بيأهلك لأنك تستلم رئيس فرع يعني خسرت أنا سيدي؟ اي نعم وللأسف الشديد انت هلا بالرات المسابقة خلينا نسمع هلا تقرير مسؤول أمن الملاعب والصالات تفضل سيدي انا شخصيا كنت بالملعب المباري عم بحضر مباراة بالدورية كل عادي ندسي بين الجمهور ألمي بيدي مسجلتي بجيبتي وكاميرتي بكتفيه هم؟ وشو صار معاك؟ شفت شي مو طبيعي بالملعاب؟ نعم سيدي في جماعة اندسوا بين الجمهور وبلشوا يشتموا ويسبوا شو سبوا؟ الحكم سيدي سيدي اذا الحكم مو مشكلة تفضل تابع في واحد من هدول المندسين سيدي بلش يبرمير ويحكي حكي طالع نازل متل شو مثلا؟ يا سيدي قال اذا هالمسؤولين بيرفعوا ايدن عن الرياضة بهالبلد بتصير بألف خير من الله وفيه اربع خمسة من اللي حواليه ايدوه وانولوا الحق معاك قالولوا الحق معاك؟ العمى، العمى على الوقاحة وانا يا سيدي ارفقت اسماؤن وعناوين بيوتن وصورن بكل الاوضاع بالتقرير طبعي ومعلومات كافية ووافية عنهم يعطيك العافية بس ما عليش خلينا واقعيين هالتقرير هاد روتيني وما في شي جديد وللأسف انت الحلق الأضعف وصرت برات المسابقة مدل ما بدأ امروا سيدي خلينا نسمع هلأ تقرير مسؤول المطاعم والمقاهي تفضل سيدي بشكل عام احوال المقاهي بالشارع العربي عال العال يعني الناس مروءة كتير وعم ترتاد المطاعم والمقاهي وعم تشرب الأرقيل العجمي والمعسل وعم يلعبوا طاولة الزهر والشدة ومين جميعهم؟ يعني ما شفت شي غير طبيعي من مبارح لليوم؟ مبلأ سيدي شفت مبارح في واحد كان عبيلعب طاولة زهر ما عرفيه حدف الزهر ايجاد دويك قام عصب كتير وسكر الطاولة وصار يبربر وقال انه الله يلعن هالأيام شو منحوسي العمى بقلبه هيك قال؟ نعم سيدي وفي تقرير عندي بيتضمن اسمه معلومات عنه وصوره بكل الأوضاع يعني عملته تحريات عنه؟ طبعا سيدي ونتيجة التحريات طلع الزلمي متزمر ومو عاجبوا شي أبدا ودائما عم بينفخ ويبربر وعم بيجيب معدل المسؤولين سيدي ويا ريت هيك وبس لسه في شي كمان؟ طبعا سيدي وهذا الأخ طلع بيشتغل عامل بمصنع للقطاع العام والسن الماضي لما طلعوا العمال مسيرة طوعية بمناسبة عيد الانتاج صاحبنا مارز يطلع وتمارض وعد بالبيت ولما سألوا المسؤول النقابي ليش ما طلعت بالمسيرة احذروا شو جاوبوا يا سيدي شو جاوبوا؟ جاوبوا بلا مسيرة بلا بطيخن بسمير يخرب بيته على هالوقاحة العمى؟ في واحد عاقل بيحكي هالحكي؟ أكيد هذا مجنوم ما في كلامه وأنا عم بول هيك من الأول في شي تاني بالتقرير؟ لا لا سيدي هذا هو يعطيك العافية بس كمان ياللي بدي يقوله تقريرك روتيني كتير وما في إبداع يعني أنا طلعت من التصريات سيدي؟ للأسف طلعت لنشوف مسؤول الكازينو هات شو عميل هات لشوف سيدي أمباري حكتشفنا مدير الكازينو كان عم يفسفس ويحكي حكي طالع نازيل حكي طالع نازي مثل شو؟ كان قاعد هو ورفيق عم يشكيلوا همه قال إنه جاف فرقتين رأس من أوروبا الشرقية وكلفوا بلاوي زرقا بس ما صار عنده شغل لأنه الحالة الاقتصادية تعبانة كتير وأنه الناس ما معه مصاري تروح الكازينو هات وتتفرج وقال سيدي إنه الشغل ما رح يرجع متل أيام زمان إلا إذا فتحت البلد وعملوا خسخصة وألغوا ضريبة الرفاهية المفروضة على فنانات أوروبا الشرقية لعما بقلبه هلأ هات صار بده يحكي بالخسخصة خسخصة وضريبة عشرقة بتؤش وبهالتقرير سيدي مكتوب كل شي عنه يسلموا إيديك بس للدقة والموضوعية كمان تقريرك عادي كتير وما في أي شي جديد لنسمع آخر تقرير لنشوف تفضل سيدي أنا ما كتبت شي شو هالحكي؟ ليش ما كتبت شي بقى؟ شو يعني انسحبت من المسابقة؟ بالعكس سيدي أنا ما نسحبت بس باعتباري مسؤول المرئيات والمسموعات فتقريري مسجل على شريط كاسيت مسجل بصوتك يعني؟ لا سيدي على هالشريط مسجل حوار عائلي بين زوج وزوجته جرى مبارح بالليل حوار سياسي؟ لا سيدي انت اسمع الشريط وبعدين عطيني رأيان ها تسمعنا لشوف بدك الصراحة؟ أنا زعلاني شوي ليش بقى؟ ما عاشي ريب لي زعلاني؟ خير؟ لكن معقول يا منظوم، لا هلا ما تنتبه لنقصتش علي؟ آآ صحيح واقف واقف لمسجلي شوي واقف لمسجلي حاضر سيدي ليش سيدي؟ خلونا نسمع التسجيل للأخير خلاص 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 ما في داعنا نسمع شي خلاص بس سيدي احنا ما فهمنا الشي مو ضروري تفهموا، المهم انا فهمت ولكن العمى بقلبك، شلون قدرت تسجل هيك شريط؟ سيدي انا مو بس سجلت شريط كاسيت شو سجلت كمان؟ انا عندي شريط فيديو و سيدي و فلوبي كمبيوتر و دي في دي لكل شي صار بعد الـ الله لا يعطيك عافي فوق تعبك، العمى كل شي توقعته إلا أنه يوصل البل لدأني بس شو رأيكم مهنيا بالتقرير تبعي سيدي؟ بصراحة، التقرير تبعك أقوى التقارير ولا تشوبه أي شائبة والمعنى سيدي؟ المعنى أنه أنت أكثر واحد بيستحق يعود محلي مبروك للعمى، أطلعت أنا الحلقة الأضعاف